إجابة على السؤال الخالد إلى نتاقة فاز السؤال هل يمكن تعويض عبدالله السعيد نعم يمكن بدليل أنه تم تعويض عبدالله السعيد في 12 مبارا ملعبه مش أنا طلبت المرة اللي فاتت تقولوا لي بس الرقم ده 12 مبارا منهم 9 في الدورة 2 في كاس واحدة في أفريقيا قدامه نانا عرف اللي فاز في الـ 12 فاز في 11 وتعادل ماتش واحد مع سموح اللي هو بتعسم واحد تخيل في غياب في عدم وجود عبدالله السعيد في حين أن أنت برضو خسرت وتعادلت وخسرت في أفريقيا وتعادلت في أفريقيا في وجود عبدالله السعيد فمسألة لا وتم تعويضه لازم يتعوض هو لا مش هو اللي هيتعوض هو كابت حتى لما يتعوض بس أنا بس عذا شرح النقطة دي تم تعويضه وسيتم تعويضه وإحنا بنسأل مثل هل أحمد حمدي وناصر ماهر وآخرون وشام محمد يعوضوا الفرق ممكن يبقوا أحسن كمان يعني أنت ليه بتقول وممكن يدو لك طعم مختلف عن عبدالله خالص هي دي يعني في أداء مختلف وناجح جدا ويظل عبدالله في قلوبنا هو اللاعب الجميل اللي أمتعنا اللي للأسف ما انبلغ تماما نطجة حتى غادرنا واخد بالك فإنما وهو كابتن عبدالله وهو عنده تلاتة وثلاثين ولا سنة جاعب أربعة وثلاثين مين اللي كان حيعوضه كمان سنة ولا اثنين فمسألة خلاص ده مش السؤال اللي حنفضل عشان ما نظلمش اللاعبة دي لأن إحنا لكنا هل يمكن تعويض أبو تريكا لكنا بضلنا نسأل هذا السؤال كان ظل على الضل السعيد في ضل أبو تريكا ومعرفش يلعمل حاجة على فكرة هي مسألة تصدقوني فقر في الفكر شوي هي فقر في الفكر والله إن احنا هنفضل نردد مع بعض نفس الكلمة ومحدش عايز يخرج منها ومحدش عايز يقول إنه حتى كابتن حساب البدر الرجل اتكى عليها كتير في حواره المهم مع كابتن شبير إنه كل واحد ولو طعم كل واحد ولو شكل كل واحد ولو قدرات يعني هل أبو تريكا بقيمته الكبيرة جدا الفراغ اللي سابه لما اعتزل كان حد يتصور إنه عبدالله السعيد هيسد هذا الفراغ السؤال تاني هل عبدالله كرر أبو تريكا لا طبعا ده كان أبو تريكا حاجة تانية خالص بشكله بأداءه بكورته بلمسته بمهارته بتأثيره وعبدالله حاجة تانية بمهارته بكورته طيب كابتن بركات بس ده حاجة وده حاجة وليتين في نفس الملعب في نفس المركز لكان حالتنا اللي بيلعب الأطراف كان حالتنا لقدت عندنا اثنين تلاتة بيلعبوا أطراف مش ضروري يبقوا بأبقارية بركات لكن يؤدوا الدور بالضبط فهي كل واحد وطعمه وكرته وستايله وقدراته فممكن جدا هتلاقوا قدرات نصر مهار عالية جدا مختلفة بتعبوا تاني بس زي ما وليد سليمان قالها والله امبارح مهمة جدا أرجوكو 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 أي حد هيلعب في هذا المكان انسوا سيرة سيدنا عبدالله السعيد طب أنا ممكن انسوها لأنه هتبقوا ضغطين شوف أنا أقول لك الحاجة أكب من لعب جناد الأهلي متحرق بسبب أبو تريك طبعا طبعا لعبة كتير وكويسة وكويسة جدا بس مجرد ما محمود سمير فكره محمود سمير قال لك أبو تريك وحد اسمه هيسم الفزاني علشان من نفس المنطقة اللي منها أبو تريك مجرد ما يتيجي محمود سمير دا كان لعيب موهوب جدا أخذلك بتقيسه بمصارة أبو تريك سماكة عمر سماكة دا عمر سماكة كان كان مانج يسيب يقول لك دا حيبقى قسطورة لكن عايزة أقوله بقى برضو إحنا بنتكلم على من يعود عبدالله عمالين نظلم في أسماء مش ضروري نحمل ناصر وحمدي وشام مسؤولي التكرار عبدالله السعيد ومش ضروري نطلب منهم هذا الكلام طبعا وإلي حنبدأ نقول لا 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 ما دناش لسه اللي احنا عايزينه ورغم إنه خد الفرص لأ لأ لم ينجح لمش زي عبدالله السعيد طبعا أنا عسأل سؤال لم أقارنش أنا مثلا أن أحمد حمدي برمضان صبح مثلا بيجي من الطرف وبيخش على جوه وبيرقص وهو أخرب وقد لا يقارن بحد يقارن ليه يقارن ليه يعني فيه فيه ناس فعلا بتظلمها المقارنة فخلوا يعني عبدالله السعيد لعب مهم جدا أنا أتمنى أن يبقى عبدالله السعيد لكنه مش مش خلاص خلينا وقعين لكن ما عندناش كارثة ولا مأساة ولا مكشفين لا عندنا فقر في الفكر بجد كل ما يتسئل سؤال يتسئل نفس الوقت لا هي بتوبها عشان بس الموضوع كبير في دلوقتي بس أعتقد أنه هو ماتش واتنين وخلاص إحنا عايزين نفس عبدالله السعيد ما يبقاش معرض للضغوط إحنا نتمنى أنه ينجع عشان منتخب مصر بس وقال إنه إنسان يستحق أنه يكون في حاجة كويسة مع منتخب مصر خلاص نتجاوز هذه المرحلة ونبص على اللي موجود دلوقتي الوصافة بقى